نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تهجير أهالي منطقة تميناء العريش قصريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوة تطوير وتواصل المركز مع محافظة شمال سيناء التي نفت تلك الأنباء مشددة على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع قبل البدء في إخلاء المنطقة وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مدي عادل عن سعر الأرض والمبنى أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الرئيسة أو قطعة أرض بمساحات 120 مترا بذات المنطقة